السلام عليكم يا ربي تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحلبة معقودة او المفتأة طبعا من الاكلات الشتوية اللي لازم بنعملها وبنحبها طبعا جدا وبتدفي طبعا هنعملها بمقادير سهلة وبسيطة وكمان المقادير مزبوطة جدا اتمنى تتبعوا الفيديو للاخر وان شاء الله طريقة اعجبكم وتجربوها بس يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو واول حاجة كده ابتدت اعملها هحضر طبعا المقادير دي مقادير اتنين كيلو من العسل الاسود معايا كوباية من الزقيق وكوباية من الحلبة المحوجة والحلبة المحوجة دي بتتبع عند العطار اسمها حلبة محوجة مش حلبة مطحونة وكوباية كمان من الزيت وكوباية من السمسم وكوباية من السوداني كوباية كده من كل حاجة واول حاجة هبدأ اخدها كده كوباية الزيت هحطها كده في حالة على النار وهستنى كده لما الزيت يسخن هنزل عليه بكوباية الدقيق هقلبهم كده كويس مع بعض لازم اقلبهم كده يعني مدة كويسة لحد ما لاقي الدقيق بدأ كده يبدأ يفور معانا واول ما لاقي الدقيق كده بيبدأ يفور وببدأ اشم كده رحته خلاص كده بيكون استوى معانا وفي الوقت ده هبدأ انزل بكوباية السوداني بقلبها كويس مع الدقيق والزيت بخليها كده يعني تتحمص شوية او تاخد كده لون بقلبها كده كويس يعني دقيق كده بسيطة بعدين بنزل بقى بكوباية السمسم والسمسم معانا هنا بيكون محمص انا طبعا هنا لسه بقلب في السوداني هنزل بقى كده بكوباية السمسم هقلبه برضو كويس مع بعض هيا مش بتاخد وقت معانا بس اهم حاجة كده ان احنا نفضل نقلب كل مكون نحطه كده كويس وبعد ما قلبت السمسم حطيت بقى كوباية الحلبة المحوجة وبعدين بقلبها كويس اهم حاجة ان انا نقلبها كويس كده و يعني اسويها كده كويس مع المكونات اللي انا حطيتها ومش بس بس بها كتير على النار يدوب بس كده ببدأ ان انا اشمر حتها اه بتكون كده خلاص بس بفضل كده اقلب فيها وبعدين بقى اخر حاجة بنزل بالعسل الاسود دول كده اتنين كيلو من العسل واول كده ما بنزل بقى بالعسل بفضل اقلب فيها كويس طبعا جدا لازم خطوة التقليب دي اهم حاجة طبعا في الحلبة المحوجة اه في الحلبة المعقودة او المفتأة ان احنا كده نقلب فيها كويس لحد كده ما المكونات تختلط مع بعض واول كده ما بتبدأ تغلي معانا اه بس بها كده تغلي كده غلوتين وبعدين بقفل عليها النار على طول واهم حاجة لما بتغلي معانا لازم نهدي عليها النار لانها بتفور اه يعني ناخد بالنا من الخطوة دي كويس اهم حاجة انها تكون النار هادي عليها اه مع التقليل طبعا كده المستمر للمدة كده ديئتين او خمس دقايق بالكتير وبعدين نقفل عليها النار اه بنقفل عليها النار وهي لسه خفيفة اه لانها كل ما بتعد بتتقل اكتر معانا كل ما بتبرد وهي كده خلاص بدأ تغلي معانا سبتها كده ديئتين على النار اه برضو مع التقليل كده اه وده قوامها زي ما انتوا شايفين كده خفيف اه بقفل عليها النار كده على طول وبسيبها طبعا تهدى الاول قبل اللي ببدأ احطها في العلب ده كده قوامها خلاص بقى كده بقفل عليها النار وبسيبها طبعا تهدى كده شوية وهنا خلاص كنت سبتها كده تهدى شوية اه زي ما انتوا شايفين كده بدأ قوامها يتقل شوية اه لكن طبعا هي لسه ما تقلتش قوي لانها لسه دافية معانا اه يعني لسه ما سبتهاش تبرد اكتر بقلبها طبعا تاني تقليبة كده قبل ما حطها كده في العلب وده طبعا مقدار الاثنين كيلو جبت كده علبة وهبدأ كده ان انا بقى فضيف بالطريقة دي بجد كترحتها جميلة قوي وتعمها حلو جدا اه وطبعا هي قوامها كده وهي لسه لسه دافية شوية اه كل ما بتبرد كل ما بتتقل اكتر حطتها كده في العلبة كده وطبعا لو حابة تحطيها في فرطمانات او علبة صغيرة اه يعني زي ما تحبي انا حطيت كده جزء في العلبة دي اه وعملت كمان مقدار تاني حطيته كده في علبة صغيرة والعلبة الصغيرة دي تقدر يبقى تدي منها لجرانك او لعلتك اه يعني بتبقى حلوة قوي ده كده شكلها بجد طعمها كان تحفة جدا وورحتها حلوة قوي وكمان احلب كتير من اللي بنجيبها جهزة من برة اه وطبعا اوفر كمان وده كده كان قوامها وهي لسه طبعا ما بردتش اكتر هي هنا كده كانت دافية اه وطبعا كل ما بتسبيها كل ما يتقل قوامها اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون الطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تجربوها ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اي جديد واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله واسبكم في راية الله السلام عليكم موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى